سوف نتعرف في هذا الجزء على الخيارات المختلفة لعملية طباعة التقارير وقبل الطباعة قد نحتاج إلى تغيير إعدادات الصفحة Page Setup ولعمل ذلك نفتح القائمة File ونختار Page Setup أو نضغط على المفتاح Setup من الشريط Print Preview أو نضغط بمفتاح الماوس الأيمن داخل التقرير ونختار Page Setup من القائمة المختصرة ومن لوحة المتغيرات Margins في هذا المربع الحواري يمكننا تحديد الهامش العلوي والسفلي والهامش الأيمن والأيسر للتقرير وبمجرد تعديل أي من هذه الهوامش سوف يقوم البرنامج بإظهار تأثير هذا التعديل مباشرة على شكل التقرير في الجزء Sample الذي نرى هنا ونرى في الجزء السفلي الاختيار Print Data Only وبتشغيل هذا الاختيار سوف يتم طباعة بيانات عناصر التحكم التي تقوم بإظهار البيانات من الجدول أو الاستعلام المبني عليه هذا التقرير فقط وبهذا فإنه لن يتم طباعة العناصر مثل العناوين Titles والرسومات Graphics والعناوين Labels ومن لوحة المتغيرات Page يمكننا تغيير اتجاه وحجم ومصدر الورق في الطابعة فمن الجزء Orientation يمكننا طباعة الصفحة طوليا باختيار Portray أو عرضيا باختيار Landscape ومن الجزء Paper نحدد حجم الورق من القائمة Size ومصدر الورق من القائمة Source ومن هذا الجزء يمكننا استخدام الطابعة الافتراضية المعرفة داخل الجهاز لطباعة هذا التقرير وذلك باختيار Default Printer كما يمكننا اختيار أي طابعة أخرى لطباعة هذا التقرير باختيار Use Specific Printer والضغط على مفتاح Printer ثم اختيار الطابعة التي نريد استخدامها من خلال هذه القائمة والآن نختار Default Printer لطباعة التقرير على الطابعة الافتراضية للجهاز ومن لوحة المتغيرات Columns يمكننا تقسيم الصفحة إلى عدة أحمدة لعرض تفاصيل التقرير وذلك لاستغلال عرض الصفحة بالكامل ويمكننا تحديد عدد الأعمدة وعرضها والمسافة بين هذه الأعمدة من خلال الجزء Grid Settings ومن الجزء Column Size يمكننا تحديد عرض وارتفاع كل عمود وبتشغيل الاختيار Same As Detail يتم ضبط قيم الخانات Width و Height إلى أبعاد الجزء Detail الخاص بالتقرير ومن الجزء Column Layout نحدد اتجاه طباعة السجلات داخل الورقة في حالة تقسيمها إلى أكثر من عمود ولحفظ الإعدادات والخروج من المربع الحواري نضغط على المفتاح OK وبعد الانتهاء من إعداد الصفحة يصبح النموذج جاهزا للطباعة ولطباعة التقرير نفتح القائمة File ونختار Print فيظهر المربع الحواري Print ولطباعة النموذج الحالي بالكامل نختار All من الجزء Print Page ولطباعة صفحات معينة من التقرير نشغل الاختيار Page ثم ندخل أرقام الصفحات التي نريد طباعتها في هذه الخانات ومن الخانة Number of Copies نحدد عدد النسخ التي نريد طباعتها ثم نضغط OK فيتم طباعة التقرير ترجمة نانسي قنقر